سأبدأ من الغارات كما كل يوم غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات الحدود اللبنانية الجنوبية صباحا كان هناك غارة ما بين مجد الزون والمنصوري هتين البلدتين هما في قضاء صور ولكن لم تسفر هذه الغارة عن أي إصابات فيما يتعلق بالغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة برعشيت وهي في قضاء النبطي كان هناك أو سجل إصابتين طفيفتين في صفوف المدنيين بالطبع إضافة إلى الغارات الإسرائيلية الطيران الحربي هو في سماء الحدود اللبنانية الجنوبية وصولا حتى العاصمة بشكل يومي بشكل كثيف إضافة إلى المسيرات التي نراها بالأعين المجردة كان هناك أيضا قصف مدفعي طال البلدات ما بين حولة وميس الجبل فيما يتعلق بحزب الله لم يعلن بعد حتى هذه الساعة عن أي عمليات رسميا على الرغم من أن صفيرات الإنذار دوت منذ بعض الوقت عند مستوطنة شتولة وأفيفيم مقابل القطاع الأوسط أو فيما يعرف بالجليل الغربي ولكن أيضا لم يعلن حزب الله بعد عن أي عملية كل ما أعلنه أو البيانات التي أزرى حتى هذه الساعة هي ثلاثة أشخاص قضوا عناصر أو مقاتلين من حزب الله نعاهم وهم سقطوا يوم أمس في إحدى الغرات على بلدة بليدة على الصعيد السياسي اليوم سمعنا خطابا أو تعليقا من نائب عمين عام حزب الله الشيخ معين قاسم وهو يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية هناك اليوم يتتناقل وسائل الإعلام أن هناك تهديدات إسرائيلية منتصف هذا الشهر قد تقوم إسرائيل بتوغل بري أو اجتياح بري أو هجوم بري على حزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية وعلق نعاهم قاسم بالقول بأن إسرائيل انتهت هل يهددوننا بإسرائيل؟ انتهت إسرائيل بالنسبة لنا وإذا اعتدوا سيكون حزب الله لهم بالمرصد اشتركوا في القناة